اشتركوا في القناة تكون مناسب مع الابرة المناسبة ليه وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقسات تكبروا او تصغروا حسب المقسات اللي انتم عايزينها اتمنى ربنا يوفقني بالفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو عملولي لايك وشير وقلولي رأيكم في التعليقات ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشترككم في القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله هسبك دلوقتي مع البيانات والمقسات اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة وبعد كده نروح على الشرحة على طول هبدأ بسم الله بسيب حوالي خمسين سنطي من الخيط وبعمل عقدة البداية وهشتغل عشر سلاسل مقاسهم تمانية سنطي بارتفع كمان سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها وبسيبها وبرجع على العشر سلاسل اللي قبلها وبشتغل عشر غرز حشو اول سطر هشتغله في حلقة ضهر سلسلة في الحلقة اللي ورا معي لف على الابرة بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها بسحب الخيط وبقى معي لفتين على الابرة بسحب وبطلع من اللفتين دي طريقة غرزة الحشو بكرر على كل السلاسل اشتغلت اول سطر عشر غرز حشو بشتغل السطر التاني بنفس العدد بارتفع سلسلة وبشتغل على كل غرزة غرزة واحدة بدخل تحت الارتفاع في الغرزة كلها تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي وبشتغل اول غرزة في السطر التاني اشتغلت سطرين من غرز الحشو على العشر سلاسل اللي انا بدأت بيهم هبدأ اشتغل بعد كده 8 سطور 8 سطور هعمل فيهم تزايد في كل سطر غرزتين لحد ما وصل بعدد الغرز يكون معايا 26 غرزة حشو هعمل التزايد ازاي؟ بشتغل التزايد في كل سطر في الغرزتين اللي في المنتصف بالزبط بارتفع سلسلة وهبدأ السطر التالت وده اول سطر في الثمان سطور اللي انا هعمل فيهم تزايد بعدد 1, 2, 3 4 وبحط علامة في الغرزة رقم 5 والغرزة رقم 6 دول الغرزتين اللي في المنتصف اللي انا هعمل فيهم تزايد وبشتغل بعدهم 1, 2, 3, 4 هبدأ السطر التالت بشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة وبشيل اول علامة وبشتغل مكانها اول تزايد يعني ايه تزايد؟ يعني بشتغل في الغرزة غرزتين حشو وبحط العلامة في الغرزة التانية بعد كده بشيل العلامة التانية وبشتغل مكانها غرزتين حشو وبحط العلامة في الغرزة الاولى دول الغرزتين اللي انا هشتغل فيهم تزايد في السطر اللي جاي بعد كده بكمل اربع غرز حشو برتفع سلسلة وهبدأ السطر الرابع بشتغل خمس غرز حشو لحد ما وصل عند اول علامة بشيل العلامة وبشتغل مكانها غرزتين حشو وبحط العلامة في الغرزة رقم اتنين وبشيل العلامة التانية وبشتغل مكانها غرزتين حشو وبحط العلامة في الغرزة رقم واحد من الاتنين دول هيبقى الغرزتين اللي في المنتصف بالزغط اللي هشتغل فيهم تزايد في السطر اللي جاي بعد كده بكمل خمس غرز حشو برتفع سلسلة وهبدأ السطر الخامس بشتغل ست غرز حشو لحد ما وصل لأول علامة بشيلها وبشتغل لمكانها غرزتين حشو وبحط العلامة في الغرزة التانية من الاتنين وبعد كده بشيل العلامة التانية وبشتغل مكانها غرزتين حشو وبحط العلامة في الغرزة الاولى من الاتنين وبكمل السطر بشتغل ست غرز حشو بارتفع سلسلة ببدأ السطر اللي بعد وهكزا. بكمل كمان ست سطور على الاتنين اللي انا اشتغلتهم وعملت فيهم تزايد. عشان اكمل تمن سطور في الجزء بتاع التزايد. زي ما انتو شايفين كده بشتغل التزايد في الغرزتين اللي في المنتصف من كل سطر. هكمل لحد ما وصل بعدد الغرز يكون معي ستة وعشرين غرزة حشو. وارجع لكم تاني. انا كده خلصت الجزء بتاع التزايد. اشتغلت تمن سطور زي ما اتفقنا. كل سطر زودت فيه غرزتين في الغرزتين اللي في المنتصف بالضبط. لحد ما وصلت بعدد الغرز بقى ستة وعشرين غرزة حشو. بقى الشكل كده. يعني عدد السطور اللي اشتغلتها كلها عشر سطور. اول سطرين. عشر غرز حشو. سبات. وبعد كده اشتغلت تمن سطور عملت فيهم تزايد بالطريقة اللي شفناها مع بعض. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. الجزء ده بيتطبق كده. بشيلي العلامات. وهبدأ اشتغل ستاشر سطر سبات على الستة وعشرين غرزة. من غير اي تناقص او تزايد. بارتفع سلسلة. وبلف الشغل وبشتغل السطر رقم حداشر. كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة. بوصل لاخر السطر بارتفع سلسلة بابدأ السطر اللي بعده. لحد ما نكملهم ستاشر سطر سبات على الستة وعشرين غرزة. من غير اي تناقص او تزايد. ونرجع نكمل مع بعض. بعد ما اشتغلت ستاشر سطر من غرز الحشو على الستة وعشرين غرزة. بقى الشكل كده. هقول لكم مقاسي ستاشر سطر كام سنتي. مقاسهم خمستاشر سنتي بالزبط. ومقاسي العشر سطور اللي احنا اشتغلناهم في البداية. تمانية سنتي. بعد كده هعمل ايه? هشتغل كمان دمان سطور. بس هعمل فيهم تناقص. كل السطر هعمل فيه تناقص غرزتين. لحد ما وصل بعدد الغرز يكون معي عشر غرز زي ما بدأت في البداية بالزبط. هنعمل التناقص ازاي نخلي بالنام? هعمل التناقص في الاربع غرز اللي في المنتصف من كل سطر. بارتفع سلسلة. وهشتغل في بداية السطر احداشر غرزة حشو. اشتغل بعد ما اشتغلت احداشر غرزة حشو في بداية السطر. باجي هنا على الاربع غرز اللي في المنتصف. واحد اتنين تلاتة اربعة. وبضم كل غرزتين مع بعض بعمل فيهم تناقص وباشتغلهم غرزة واحدة. نخلي بالنا هنعمل التناقص ازاي? بدخل في الغرزة الاولى من الاربعة اللي في المنتصف. وبسحب الخيط. بقى معي اللفتين على الابرة. بدخل في الغرزة الثانية. بسحب الخيط. بقى معي تلات لفات على الابرة. بسحب الخيط من التلات لفات. كده انا عملت تناقص في اول غرزتين من الاربع غرز اللي في المنتصف. بحط علامة. بروح على الغرزتين اللي بعدهم. بدخل في الغرزة الاولى معي لفتين. وبدخل في الغرزة التانية. وبسحب الخيط بقى معي لفات. بسحب الخيط من التلات لفات. دي طريقة التناقص. وبحط علامة. كده انا نقصت غرزتين. بعد كده بكمل حداشر غرزة حشو لحد ما وصل لاخر السطر. خلاص كده انا خلصت اول سطر في الجزء بتاع التناقص. نقصت غرزتين زي ما شفنا مع بعض. يعني عدد الغرز بقى اربع وعشرين غرزة حشو. ببدأ السطر اللي بعده بارتفع سلسلة. هشتغل في بداية السطر عشر غرز حشو. بعد ما اشتغلت عشر غرز حشو في بداية السطر وصلت هنا عند الغرزة رقم حدو عشر. بعمل فيها تناقص هي والغرزة اللي فيها العلامة. بشيل العلامة وبعمل تناقص في الغرزتين دول مع بعض. وبحط العلامة تاني. بعد كده بروح على الغرزة اللي فيها العلامة التانية وبشيل العلامة وبعمل تناقص في الغرزة دي والغرزة اللي بعدها. وبحط العلامة. وبعد كده بشتغل عشر غرز حشو لحد اخر السطر. بعد كده بارتفع سلسلة وببدأ السطر اللي بعده بشتغل تسع غرز حشو لحد ما وصل للغرزة اللي قبل العلامة بعمل فيه تناقص هي والغرزة اللي فيها العلامة. وبعمل تناقص في الغرزة اللي فيها العلامة التانية مع الغرزة اللي بعدها. وبشتغل تسع غرز حشو. وباستمر بنفس طريقة التناقص دي لحد ما وصل بعدد الغرز يبقى معي عشر غرز حشو. انا كده خلصت الجزء بتاع التناقص اشتغلت تمن سطور بالطريقة اللي شفناها مع بعض. نقصت في كل سطر غرزتين في الاربع غرز اللي في المنتصف من كل سطر. لحد ما وصلت بعدد الغرز عشر غرز حشو. هشيل العلامات. وهاشتغل كمان سطرين سبات من غير اي تناقص او تزايد على العشر غرز. عشان يبقوا زي السطرين اللي بدأنا بيهم في البداية. بعد ما ارتفعت سلسلة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الملادينة بعمل عقدة البداية. وهاشتغل اتناشر سلسلة. مقاسهم عشرة سنتي بارتفع كمان سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها وبسيبها وبرجع على الاتناشر سلسلة اللي قبلها وباشتغل اتناشر غرزة حشو معي لف على الابرة بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في منتصف حرف ال V تحت اللفة الخلفية للسلسلة وباشتغل غرز الحشو اشتغلت اتناشر غرزة حشو وده هيكون عرض الجيب بارتفع عليهم كمان سبع سطور عشان اكملهم تمانية بارتفع سلسلة وبلف الشغل وباشتغل في كل غرزة غرزة لحد ما وصل لاخر السطر بارتفع سلسلة وببدأ السطر اللي بعده هكملهم تمان سطور على الاتناشر سلسلة وارجع لكم تاني انا كده اشتغلت تمن سطور من غرز الحشو على الاتناشر سلسلة اللي انا بدأت بيهم هقول لكم المقاسات كم سانتي مقاس الارتفاع تمانية سانتي ومقاس العرض اتناشر سانتي نخلي بالنا ان سلسلة البداية بعد ما بشتغل عليها غرز الحشو المقاس بيزيد حوالي اتنين سانتي يعني احنا اشتغلنا سلسلة البداية مقاسها عشرة سانتي بعد ما اشتغلت عليها غرز الحشو المقاس زاد اتنين سانتي هعمل ايه بعد كده هشتغل غرز حشو على الثلاث اضلاء الضلع ده والضلع ده والضلع التالت عشان اعمل جنب للجيب اللي انا اشتغلته نخلي بالنا بدخل تحت السلسلة او تحت حرف الفي بتاع الغرزة الاخيرة دي كده وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو وبنزل على السطر اللي قبله وبشتغل غرزة حشو كل سطر بشتغل قصاده غرزة وصلت هنا عند الغرزة اللي في الزاوية اللي هي في سلسلة البداية بشتغل فيها غرزتين حشو بعد كده بلف على الجنب التاني وبشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ماوصل للغرزة اللي في الزاوية التانية بشتغل فيها غرزتين حشو وبرجع على الجنب التالت لحد ماوصل لاخر غرزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.